سلام بنات كديري اللي بساليكم مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو دياليوم كله إفادة إن شاء الله سيدات اللي كي بحثوا على الوصفات ناجحة لسرعة حدوث الحمل خليك معي في هذا الفيديو أكيد غدين الإعجاب ديالك وبطبعة الحال ما تنسوا ليش هذا الفيديو من واحد اللايك لأنه فعلا فيديو مهم يستحق المشاهدة وما كرهتوش يوصل جميع السيدات اللي كي بحثوا على الحمل وكي بغيوا وصفات ناجحة مجربة ومن ضمنهم هاد الوصفة هدي أكيد أنها غتكون مباشرة بعد الدورة الشهرية بزاف ديالأخوات كي بغيوا يعرفوا كيفاش ممكن ينشطوا التبويض كيفاش أنهم يسرعوا من حدوث الحمل شنو هما الوصفات القوية اللي ممكن أنها تساعد في علاج ضعف التبويض في علاج صغر حجم البويضات أكيد أن المشكل ديالسيدات اللي كيتأخر عندهم الحمل كي يكون صغر حجم البويضات ما كيوصلوش للحجم المناسب وبالتالي السيدة كتتأخر في الحمل يعني الزعفران معروف بالفوائد ديالو الزعفران شعران يعني حاولوا أنكم تجيبوا الزعفران شعيرة الزعفران اللي كتكون حرة اللي كتكون أصلية يعني ماشي دارو ماشي تجيبوا أي زعفران وتستعملوا به الوصفة من الأفضل يكون حر أصلي كون طبيعي هو اللي بغينا في هاد الفيديو بغينا في هاد الوصفة هدي باش إن شاء الله ينجح معك لأن بزاف الأخوات يعني كيجربوا الوصفات ما كيجيبوش للأشياء الطبيعية الأصلية أو ما كتنجحش معاهم الوصفة وبالتالي كيبقى عندهم الحمل المتأخر إذن كنعرفوا بأن الزعفران شعيرات كيمتاز بالقدرة ديالو على تنشيط الهرمونات اللي كتسهم في تحصيل الخصوبة لدى النساء والرجال يعني هاد الوصفة هدي المميزات ديالها أنها ممتازة مجربة كتساعد النساء والرجال الزوجين معا إلا عندكم مشكل حولوا أنكم تبدو هاد الوصفة هدي معا باش تنجح معاكم كيساهم كذلك في تعزيز صحة الرحم عنده بزاف ديالفوائد اللي هي ممتازة للصحة الإنجابية والضعف التبويض وكذلك ضعف النطاف بطبيعة الحال أن الزعفران من ضمن الأعشاب الطبيعية اللي كتكون حارة يعني قوية كتسخل الجسم كتنشط عملية الدورة الدموية كتعزز تدفق الدم إلى الرحم والمبايض وبالتالي كتحسن الخصوبة كيف ما كان عارفوا بأن كل ما كانت الدورة الدموية نشيطة على مستوى الرحم كل ما كانت فرصة أكتر لحدوث الحمل بطبيعة الحال فيه مضادة الأكسادة اللي كتساعد في حماية الخلايا من التلف وتحسين جودة البويضات بالنسبة للسيدات اللي عندهم سوء جودة البويضة منشط للحالة المزاجية وهذا العنصر هذا اللي هو الزعفران يعني مهم يكون عندك في المنزل ديالك لأن فيه بزاف ديال العناصر الغدائية وهي مفتاح للخصوبة بطبيعة الحال أن الاستخدام دياله غادي ترافقوه مع هاد المكونات وغايكون وصفة ممتازة بإذن الله تعالى ما كان بخلش عليكم بالوصفات ما تبخلوش عليك كذلك تنتم باللايكات ديالكم لأن فعلا هاد الفيديو هذا بغيتو يوصل كنتعب باش كان بحث على الوصفات وباش كان حط لكم وصفات قوية إذن حاولوا أنكم تنتم تنشروا لي هاد الفيديو هذا علاش لا باش تلا أخوات اللي ما شافوش القنات ديالي يستافدو تهوما يجربوا ويلقوا النتائج المرضية إن شاء الله ويارب ترزقكم كلكم بالدرية الصالحة وتفرحونا جميع بإذن الله إذن بالنسبة المكونات الوصفة اللي كتنتظروا جميع الوصفة القوية وصفة الزعفران وهذه المكونات اللي غتكون غتحقق نجاحات كبيرة في سرعة حدود الحمل غادي تاخدي فقط سبع شعيرات الزعفران بالعدد يعني حاول أنك تحس به فقط سبع شعيرات من الزعفران غادي تزيد عليهم تسع حبات من الزبيب أو العنب المجفف يعني الزبيب هو العنب المجفف تسع حبات خمسة عشر حبة من القرنفل سأكرر مكونات الوصفة سبع شعيرات الزعفران بالعدد تسع حبات زبيب أو العنب المجفف خمسة عشر حبة من القرنفل غادي توضعهم في لتر من الماء وغادي تخليهم ليلة كاملة يعني بين الطريقة بينها وبين المكونات وسهلين وممكن أنك تجربهم في المنزل ديالك لأن المكونات بسيطة أهم حاجة في هذه الوصفة هذه أن الزعفران يكون حر أصلي يعني ضروري من هذه المسألة هذه باش تنجح معك الوصفة إذن من بعد ما خلتها الليلة كاملة غادي تبدي تناول ديالها بمقدار كوب واحد في الصباح بعد الدورة الشهرية مباشرة بعد الإغتسال وبعد الطهر من الدورة مباشرة تبدي الوصفة ديالك على مدار عشرة أيام إذن عشرة أيام مباشرة بعد الطهر يعني مثلا اليوم صفتي من الدورة اليوم تحضرها أو تحضرها قبل بليلة باش تكون واجدة عندك باش تبديها باش تبديها في النهار اللي انتي صفتي فيه من الدورة مباشرة مدة عشرة أيام فقط ما تفوتيش هذه المدة هذه لأنها هتكوني دخلتي في أيام تبويض ومن بعد أيام الإبادة من الأفضل أنكم متناولوا تشيي وصفة بعد الإبادة مباشرة من الأفضل أنك متبدليش مجهود من الأفضل أنك ترتاحي أعتبر رأسك أنك يعني كان حمل أنه كاين حمل إن شاء الله باش يعني ما يسقطش ذاك الحمل ويتبت باش يتبت في جدار الرحم لأنك كان بعض السيدات كيقدر يكون عندهم جدار رحم ضعيف ما كيش دش البويضة يعني البويضة واخاكت تلقح ما كتتبتش وبالتالي الحمل كيبقى ديمة متأخر إذا حاولي أنك ترتاحي ترخيل البال ديالك والأعصاب ديالك إذا كنتك تبدلي نشاط أو مجهود بدني حاولي أنك ترتاحي يعني ما تبدليش ذاك المجهود باش ديالك البويضة ما اللي تتخصب تتلقح ما اللي تتخصب عفوا تتبت في جدار الرحم يعني تلصق تلصق في جدار الرحم وتتعشش ويبقى داك الحمل مستمر هنا بالنسبة للزوجة بالنسبة للزوج ديالك غايتناول ديك الوصفة اللي ذكرت نفس المكونات كوب صباحا على مدار 21 يوما في الصباح يوميا في الصباح يتناول هالزوج ديالك مدة 21 يوما يعني ثلاث أسابيع يتناولها بمقدار بمعدل كوب واحد يوميا هاد الوصفة هادي كتحفز المباييات كتعالج العقم أهمية هاد العشبة هادي أنها كذلك كتساهم في زيادة فرصة حدوط الحمل في زيادة مستوى الخصوبة عند الزوجين يعني وصفة مغربية معروفة للنساء والرجال سهلة جدا وبمكونات بسيطة وإن شاء الله تجربوها لأنها فعلا جربوها العديد من الأخوات وجابت معهم نتائج في سرعة حدوط الحمل داك شي باش ما بغيتش نبخل عليكم في هاد القناة ديما كنحط لكم كل ما هو جديد كل ما هو مفيد في عالم تأخر الحمل والإنجاب بالإضافة إلى الوصفة اللي كنحضر شخصيا وصفة العسل بالأعشاب المكمل الطبيعي الممتاز بمكونات بيو طبيعية اللي ما فيهاش مواد مضافة أكيد أن العسل بالأعشاب من ضمن أقوى الوصفات اللي ممكن أنك تهيئ به الجسم ديالك لسرعة حدوط الحمل السيدات المهتمة تبديك الوصفة ديال العسل بالأعشاب يتواصلوا معي في الرقم ديالي ديما كنخليه لكم في أول تعليق السيدات اللي بغاوا يطلبوا الوصفة أكيد أنها كنحضرها تحت الطلب يعني ديال كل سيدة على حساب المشكل ديالها على حساب الحالة ديالها وكتكون بمتابة مكمل طبيعي بدل أنك تخضي أدوية صناعية اللي ممكن أنها تأثر على الصحة ديالك البدنية والنفسية كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى إنا الإعجاب ديالكم نتمنى هاد الوصفة هادي تكون أفادتكم وأكيد إن شاء الله إلا عجبتكم دلوا لي واحد اللايك كتشجيع للقناة وباش هاد الوصفة هادي تزيد تنتاشر وتشاف من ضمن سيدات اللي عندهم تأخر في الحمل إلا عندكم أي سؤال أو استفسار خلوه ليفتعليق أسفل فيديو كنحاول أنني نجاوبكم قدر مستطع لتساؤلات ديالكم وإن شاء الله كل تساؤل غادي نحطف فيديو خاص باش نعطيكم الوصفة على حساب المشكل اللي عندكم إلى اللقاء